والصلاة والسلام على أشهر الأنبياء يوم ورسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أخواني أشكركم جميعا أعلم الجميع بأن الانتخابات أجرت يوم الخميس بتاريخ 29-29-22 وكنا متأكدين من أرقام لأرقام من دوبينة بأننا ناجحين في هذه الانتخابات ولكن لما أعلت النتائج صار العكس عكس ما جمعناه في من دوبينة في الصانديق الاقتراع وطبعا كل سنة كانت وزارة الداخلية تعلن الأسماء كاملة كشف كامل يطلع من وزارة الداخلية بالناجحين من الأول إلى الأخير ولكن اليوم حصلت على الكشف من وزارة الداخلية ومشكورين بأن سيدون حمد من ضمن الناجحين في الدائرة الثالثة طبعا احنا المطلوب من وزارة الداخلية مثل ما سعدون العتيبي حصل على نسخة من كشف الفائزين أو من كشف كامل في انتخابات 20-22 أن تعطي كذلك جميع المرشحين في الدوائر الأخرى يعني اليوم أنا قاعد طلع على كشفات المرشحين الفائزين تفاجأت في دارة أخرى من الدوائر واحد معلن أنه صاغض لكن بالكشف أمامي أنه ناجح ولكن ما عنده علم فليش ياخذ العلم من سعدون حمد؟ المفروض دارة الداخلية كالعادة تحط النتائج لجميع المرشحين في هذه الدوائر بحيث الكل يصير عند علم يمكن الشخص هذا ما عند علم هو ناجح يمكن ما يطعن ولكن أرجو أن نكون للجميع عشان نكون بكل شفافية أن تعلن مثل ما كانت وزارة الداخلية بالسابق تعلن جميع الأسماء لأن وزارة الداخلية منذوب الداخلية موجود في كل اللجام في كل الصنادير وكانت الداخلية ترصد كل هذه الأرقام وكانت أرقامها صحيحة جدا ولكن اللي أنا أطالبه أن تكون فيه شفافية للجميع مثل ما سعدون الحماد حصل على هذه النسخة أنه كذلك يعطون مجال لجميع المرشحين في جميع الدوائر لكن اللي أنا أتكلم فيه حاليا بما أن وزارة الداخلية حاليا أو جهة حكومية أصبع عندكم علم أن سعدون الحماد ناجح في انتخابات طب ليش من الآن يصير ترتيب بينكم وبين قضاء أن يعلم بشكل رسمي نجاح سعدون الحماد عشان يتمكن المشاركة بالافتتاح في مجلس الأمة وكذلك يتمكن في المشاركة في اللجان ليش يلجأ يروح المحكمة الدستورية واضوف افتتاح مجلس الأمة واضوف اللجان وأنتم على علم بأنه ناجح كذلك المستغرب أنا منه حاليا الدمو في هذه الانتخابات لأنه حاليا' آخر من الانتخابات ort من المشاهل ن للقاضي قبل أن يعلن النتائج إليه Io أولاً يعلن إجمالي عدد الدائرة إجمالي الناصفة عن الدائرة ويعلن إجمالي الحضور ويعلن إطلاق في الدائرة ويعلن كذلك إجمالي الأصوات الصحيحة ويعلن إطلاق إطلاق ثان�� ويعلن نسبة الحضور في هذه الدائرة إنما في هذه الانتخابات لأنها تشوبها شبهة التزوير لم يعلن القاضي أبداً عن هذه الأشياء اللي هي أجمال الدائرة وإجمال عدد الناخبين لحكم لهم التصويت وإجمال الدائرة وإجمال الصوات الصحيحة وإجمال الصوات الباطلة والنسبة المشاركة أنا عشاء أكد لكم هذا الكلام نعرض لكم الآن شريط فيديو عن الانتخابات في 2020 والانتخابات في 2020 عشان تشوفون الفرق وبين لكم هناك أن نتيجة شوفها التزوير ورح أكمل معكم خلين نشوف الفيديوهات شكراً تفيري وشكراً جزيلاً من جميع التخدم السشاريين وقد انتهينا من فزق وتجميع أصوات المقترعية لمجلس الأمة 2020 في الدائرة الانتخابية الثالثة وفي رضم المناطق التالية كيفان الروضة العديلية الجابرية السرّة الخالدية قرطبة أي رموك أبرق خيطان خيطانة جديدة السلام قرطين الشهداء الزهراء الصديق والتي اجتملت على عدد 110 لجنة أصلية فرعية منها أدنتين من مصابين في كوفيد-19 وبلغ عدد الناخبين في هذه التائرة أميها وواحد ألف وربعمية وردين بسعين ناخب والذين أردوا بأصواتهم تسعة وستين ألف وميها وسبعة وربعين مقترب بنسبة ثماني وستين بلنيا وعد الأبراق الصحيحة ثماني وستين ألف وميتين وستة وخمسين والأصوات المقلة ثماني ميها وواحد وتسعين وقد أسفرت نتائج فرس وتجميع الأصوات على الأرض الأول الفرق الواضح بين الانتخابات الماضية 2020 وانتخابات الحالية انتخابات 2020 بكل شفافية أعطانا رغم إجمال الناخبين في الدائرة وأعطانا كذلك رغم من يحق لهم التصويت إجمال الحضور وأجمال الأوراق الصحيحة وأجمال الأوراق الباطلة ونسبة الحضور إنما هذه الانتخابات لم يتطرق نهائيا لذلك في شبهة تزوير إلى الآن الدولة لن تعلن عن هذا ولن تعلن كذلك عن نسبة الحضور انتو شفت الآن في الانتخابات أغلب المدار الشبهة فاضية فالكل الوسائل التواصل الاجتماعي يعتقدون كذلك توقعون أن النسبة لا تتعدى 40% أنا بمشي معاكم بالنسبة للنسب عشان تشوفون شبهة تجوير وان صايرة أولاً إجمالي عدد الناخبين الدائرة الثالثة ٨٦٥٣٣ فنجي الآن على موضوع النسب لو فرضنا لو فرضنا أن النسبة حالياً ٤٤٤٤٤٤ الآن لو فرضنا النسبة ٤٥٤٪ لو فرضنا أن نسبة الحضور ٤٥٤٪ معناته عدد الحضور من إجمال الدائرة ٥٩٥٥١ يعني المفروض الذي يصوت ٥٩٥٥٦ بينما الذي يصوت في هذه الدائرة إجمالي إجمالي صوته إجمالي صوت المرشحين ٨٨٦٥٣ يعني معناته أنه في أصوات زائدة شبه تزوير ٢٣٠٨ صوت في أصوات زائدة ٢٢٠٠٠٢ فوق الأصوات الحضور فهذه شبه التزوير أولى الآن لو فرضنا أنه نسبة الحضور ٥٠٪ ولا يمكن تتعدى لا يمكن تتعدى النسبة حسن ما شفتوا أنتم وكنتم في التخابات وشفت المدارة جنفاغية نسبة الحضور لو فرضناها ٥٠٪ معناته عدد الحضور ٦٦٠٦ و ١٦٠ ناخض لليهم حق التصويت ٦٦٠٠٠ معناته الحضور اللي بيصوت أعداد المرشحين يقولون ما يتعدى ٦٦٠٠٠ إنما العدد كم وصل اللي صوتوا ٢٨٠٦ ٢٠٦ ٢٦٣ يعني شبه التزوير بعدد ٦١٤٦ ٢٤٦ نسبة الحضور ٥٥٠٠ في المية معناته عدد الحضور من جمال الدارة ٦٢٨٠ ٢٨٠ ناخض يفترض اللي صوته ما يطفون ٦٢٠٠ ٢٠٠٠ بينما اللي صوته ٦٢٠٦ ٢٠٦ عدد الصوات المرشحية معناته شبه التزوير ٢٨٤٤ معناته عندنا صوات إضافية زائدة انحطت بهذا السناديق ٢٠٠٤ ٤٤٤ صوت لو فرضنا الروح إلى أبعد مدى لو فرضنا النسبة للحضور ٦٠٪ معناته عدد الحضور ٧٩٤٤ ناخض واللي صوته ٨٢٠٦ معناته في شبه التزوير ٣٢٢٥ صوت وضيفت على الأصوات الحضور يعني فيه نسبة شبه التزوير واضحة جدا لهذه الأسباب الحكومة متوهقة ما هي قادرة تعطي نسبة للحضور ولا هي قادرة تعطي نسبة من أدلى بصوت أصوات صحيحة ولا هي قادرة من أدلى من أصول الأصوات الباطلة لذلك شبهة التزوير واضحة تصوروا اليوم نحن اليوم الثنين انتخابات كانت الخميس الجمعة السبت الاحثين أربع الأيام مضى الآن عن انتخابات الحكومة لحد الآن والجهات المعنية لن تعلن عن نسبة الحضور في الدائرة الثالثة ولن تعلن عن أعداد الناخبين والأصوات الباطلة والأصوات الصحية لذلك بمعنكم ما أعلنتوا لحد الآن ففرصة لكم الآن تعلنوا النجاح سعدون حمد مع الإعلان راح يصير لازم يتم الإعلان ما يصير ما يصير الجهات المعنية لحد الآن ما أعلنتوا نسبة الحضور عمرها مصارت هذه شبهة تزوير واضحة طبعا احنا عندنا في الكويت عمليات التزوير في سنة سبعة وستين قالوا مجلس مزور مجلس انتخابات مجلس الأمة مزورة في سبعة وستين احنا الآن قاعد نقول في مجلس الثانين وعشرين شبهة تزوير في الانتخابات الأخيرة أصبع عندنا التزوير الشبهة في سنتين منذ انتخابات من الستينات الآن إذن سنة سبعة وستين قالوا مجلس مزور الآن في مجلس الثانين شبهة تزوير في هذا المجلس لأنه إلى الآن لم تعلن بشكل رسمي الأعداد الصحيحة والباطلة ونسبة الحضور فما نعارف شى السبب الرئيسي يعني شى الأسباب المفروض والحكومة يعني هالمعنات أن الرئيس الوزراء طلع بإجازة خاصة وقفة في الشغل المفروض أن الرئيس الوزراء ما يطلع إجازة يقعد يباشر يشوف الأوضاع ما يشير أن الدولة الآن المرشحين ما هم عارفين كذلك المرشحين اللي يفترض أن يكون ناجح ما هو عارف وضعه فلذلك عساس نقضي على موضوع شبهة التزوير فلجأنا للقضاء الآن في مذكرات القضاء الآن سعدون اعتبي بالنسبة له ضمن نجاحه عن طريق وزارة الداخلية في الكشف الداخلية إنما هذا ما هو الرغم اللي نبيه الرغم اللي نبيه أبي الأصوات اللي راحت مني بالخطة لمرشح آخر بتقول لي شون؟ أنا أقولك شون؟ تشابه الأسماء اللي صار في الانتخابات ما بين سعدون والسعدون أفقدني كثير من الأصوات فطبعا أصوات لما نتكلم موضوع فقدان الأصوات المندوين اللي عندي في جميع المناطق فينبهون الغاضي أنت الآن قلت سعدون يفترى السعدون حمات الصوت راح لا للسعدون يعني يا أحمد السعدون نبهوا أكثر الغضاء فقالهم بالنسبة لي أنا ما قدر أعيد مرة ثانية إذا عندكم شيء إلجوا للغضاء راح نلجأ غضاء بالعكس القضاء هو الملاذ الأخير القضاء بالعكس لنا تعامل كثير جدا مع غضاء وكان فعلا في قمة النزاحة أنا أذكركم في سنة 2008 2008 لكم كنازل الانتخابات في الدارة الخامسة اخصموا مني بالخطأ 2500 صوت أكثر من 2500 صوت ولجأت للغضاء وأنصفني القضاء وعاد لي هذه الأقام ونجحت في هذه الدارة الآن التاريخ يعيد نفسه الآن ألغيت مني أصوات بالخطأ هذه الأصوات نعيدها عن طريق غضاء لنجأ الآن لمحكمة دستورية في موضوع هذه الأصوات في موضوع الأصوات اللي راحت بتشابه الأسماء من سعدون إلى السعدون طبعا هذه الأسماء إذا في 2008 هنخصموا مني 2500 الآن الرغم ما يقل عن هذا الرغم لذلك سأعيد عن طريق الغضاء عن طريق إعادة الفرز اللي حصل الآن شايفين شبه التزوير أضيفت أسماء غير واقعية وغير صحيحة بأنهم صوتوا هذا مو صحيح شبه التزوير لما يكون ناخذين 59 ألف ويطلع عندك 29 ألف أصوات شبه مزورة هذه ما تكون حقيقة إلا عن طريق الفرز لذلك نحن نطالب الجهات المعنية والجهات الرقابة الدولية أن تشاركنا في الأشراف على هذه النتائج في الأشراف على إعادة فرز الأصوات بحيث كل واحد داعت حقه أنا ما أعتقد كذلك أن أخونا أحمد السعدون أن يقبل أن ياخذ صوت موله أنا متأكد 100% أن أحمد السعدون لا يقبل أن ياخذ صوت موله ما دام الصوت موله حق سعدون حماد يجب أن نعيد الفرز وترجع الأصوات الحققية لسعدون حماد نحن عندي 135 لجنة بكل اللجان كان فيه أخطاء ما بين السعدون والسعدون فلازم تكون إعادة الفرز لو أعيد الفرز مرة ثانية أنا متأكد أن السعدون حماد رقما راح يقفز إلى المراكز الأولى لذلك مصرين على تقديم طعنها ومصرين على إعادة الفرز أن معادة تجميع راح يكون في نفس الخطأ شبه التزوير حصلت لو عادت التجميع راح يجمع في نفس الموضوع في شبه التزوير صحيح أنك ناجح لكن المراكز الأولى تكون في إعادة الفرز كذلك أطالب الجهات الرسمية بأن الرقابة أو كاميرات المراقبة في مجلس الأمة على الصناديق أن تكون بإدارة المحكمة الدستورية وتحت إشراف المحكمة الدستورية خوفا أن تفتح هذه الصناديق فكاميرات المراقبة في الأمان عام المجلس الأمة على صناديق الاقتراع أن تكون تحت إشراف المحكمة الدستورية أنا متأكد أنه لما تكون هذه الكاميرات تحت الإشراف المحكمة الدستورية سنكون نطمئن على هذا الثاني لأنه في الأخير الحل الوحيد على اساس نشيل هذا الشبهة الدستورية أن يعاد الفرز والخطاب الأميري واضح جدا عدم التدخل في الانتخابات الإشراف واضح عدم التدخل في الانتخابات فإذا ما وعيد الفرز فهذا تدخل في الانتخابات لأنه الناخب طلع من بيته وصوت لسعدون إنما انحسب لمرشح آخر على تدخل الانتخابات منع كثير كذلك من التصويت فاللجان كانت واضحة جدا الاعتراضات موجودة عنده ومسجلة كلها مسجلة لكن نحن بالنسبة لنبي حقنا في القضاء نبي حقنا تمكيننا من إعادة الفرز فطلبنا الوحيد وهو إعادة الفرز لما نعيد الفرز الكل رح ياخذ أصواته الحقيقية فإنما تطلع عادة الفرز رح تكون رح تطلع أسماء ينجح أسماء ورح تسقط أسماء لكن ما فيها أي من الواحد ياخذ رغم الحقيقة والصحيح وأنا بالنسبة لي ما بينه وبين أحمد السعدون بالعكس يبقى أخ وأكبرنا سناً أنا سميها الرئيس الوالد فبالعكس علاقاتنا معه طيبة وأنا متأكد مرة ثانية عيدة أن أحمد السعدون لا يمكن أن يقبل أن ياخذ صوتهم له لكن هذه أصوات رايحة السعدون حماد كثير في كل اللجنة الـ 135 اللجنة كان هناك الشبهة ما بين السعدون والسعدون القاضي ما كان يقول السعدون حماد السعدون فتكتب السعدون لذلك نبي نعيدها بحيث يكون للفرز أو بعدين المشكلة الأخرى القاضي في هذه الانتخابات كان يوقف بروحه واللي معه قاعدين يقول فلان يحط الورقة ما حد شافها بس الغابي في كل الانتخابات لازم يكون معه واحد أقشي مندو أحد المرشحين يشوف الورقة قبل لا تفرز لازم فيها قابة فكان بشكل فردي فكان الفرز بشكل فردي القاضي يشوف الورقة ما حد يشوف غيره طبعا هذا عمرها ما صار في الانتخابات لازم أن يكون في أحد مندوب المرشحين يشوف هذه الورقة قبل أن يعلنها لذلك طلبنا واضح جدا طلبنا في عادة الفرز يحطون للجميع حطونا في قاعة في المحكمة الدستورية وقبل لا تفرز الورقة يقلبها يشوف خلي الناس تشوف تصويت لمن هذا هو الصحيح وبالتالي تحصل الأسماء هذه تكون انتخابات نزيها الجميع وكل ما نطلبه حاليا أنه يمكننا من غضاء يمكننا من عادة الفرز إذا لم نمكن معادة الفرز أنا حانا أقول شو بالتزوير رح تكون تزوير إذا لم نمكن معادة الفرز لكن أنا متأكد من المحكمة الدستورية لنتعاون معها جدا وتعاون مع الجميع نزيها في جميع تعاملها لذلك رح تقبل إعادة الفرز ورح نفرز الأصوات وكل ياخد أصواته الحقية وأعيد مرة ثانية وأقول للجهات المعنية وزارة الداخلية والعدل الآن معاكم وقت بما أنكم ما أعلنتوا النسبة المأوية وما أعلنتوا الحضور سواء اللي حضر أو كذلك الأصوات الباطلة أن تعاللون فوز سعدون حمد في هذه الانتخابات وأشكروا الجميع ويعطي المعافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر